في التاسع والعشرين من أغسطس نفذت مقاتلات إماراتية سلسلة غارات جوية استهدفت فيها الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية على مشارف مدينة عدن كانت تلك الضربة لحظة فارقة في مسار التحالف الداعم للشرعية وفصلت في الجدل حول موقف الإمارات وطبيعة تدخلها بل وحسمت الأمر حول أجنداتها في اليمن الإمارات التي دعمت المجلس الانتقال الجنوبي وجعلت منه ممثلا لإدارة الإمارات وأطماعها في اليمن محولة إياه لجيش صغير يلبي رغباتها من قيادة الانقلابات ضد السلطة الشرعية إلى تصفية الخصوم تسعى أبو ظبي لتقسيم اليمن تحت لافتة القضية الجنوبية لكنها تركت بلدا مليئا بالجروح وبؤر العنف وبات الحديث عن القضية الجنوبية مصحوبا باختلالات وتباينات شتى حتى أن البعض يقول إن ما حدث خلال الأربعة الأعوام الماضية كان له تأثير سيء ومدمر على الجنوب والقضية الجنوبية أولا ظهرت مكونات ترفض الانتقال وسلوكه درب العنف وتحوله إلى أداة بيد أبو ظبي ورغم أن تلك المكونات تحوز على دعم شعبي إلا أن تأثيرها ليس بمستوى تأثير المجلس الذي تقف خلفه أبو ظبي بكل ثقلها كانت عدن بالنسبة للشرعية محطة لاستعادة صنعاء لكنها فقدت فذهبت عدن باتجاه بعيد وصارت المسافة إلى صنعاء أبعد وأكثر مشقة أغرى ضعف الشرعية الرياض لتعود أطماعها القديمة المتجددة فتصبح أولوية على رأس أهداف هذه الحرب ومعها تحولت الشرعية إلى مجرد غطاء لهذه الأطماع أحد الأحلام القديمة في أدراج الرياض كان الحصول على منفذ بديل لنفطها عبر بحر العرب لتفادي أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز خصوصا في ظل التوتر مع طهران أطماع السعودية في المهرة أوقعت هذه المحافظة الآمنة في مربع القلق والتوتر وبدأت تشهد تصعيدا أمنيا وعسكريا غير مسبوق في تاريخها وسط مظاهر العنف المتفجر وانعدام اليقين في المشهد اليمن الراهن تجد الشرعية نفسها وقد غادرت مواقعها ليس من عاصمتها صنعاء وعدا فقط بل وفي موقع القرار نفسه وباتت تحارب في جبهات متعددة وبات مصيرها محل نقاش واسع لدى الشارع اليمني